يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات دورة أسانية والخمسين اليوم بعد خمسة عشر يوما ثقافيا شهد العديد من الفعاليات وخلال الدورات الحالية شهد المعرض تنظيم الندوات الثقافية والاجتماعية افتراضيا بسبب جائحة كورونا والتي فرضت إجراءات جديدة على تنظيم المعرض منها تنظيمه لأول مرة خلال فترة الصيف وشهد المعرض مشاركة 1218 نشرا من سمسة عشرين دولة عربية وأجنبية